وننتقل إلى محافظة إربد لنتابع آخر التطورات وننقل لكم الصورة من هناك معنا من هناك مرسلنا زياد نصيرات أهلنا بك زياد ما هي آخر التطورات من أقصى الشمال مساء الخير يعني التزام كامل بقرار حضر التجول والشامل في محافظة إربد بحمد الله لغاية الآن لم تسجل أي إصابة فيروس كورونا بحسب مصادر طبية بينما فرق التقصل وباء مستمرة في عملها يعني فرق التقصل وباء انتشرت في بعض المناطق المحددة لها مسبقا في محافظة إربد وخاصة في مناطق انتشار الفيروس التي سجلت إصابات في بعض القرى جنوب من محافظة إربد مستشفى الملك عبدالله سجل اليوم ولادة طفلة من أم مصابة فيروس كورونا وقد أشرف على هذه العملية الدكتور وهو معنا الآن تفضل دكتور مساء الخير دكتور سهلا الله تكلم عافية دكتور يعني كان اليوم إنجاز طبي جديد لمستشفى الملك عبدالله بولادة قيصرية عملية ولادة قيصرية لمريضة فيروس كورونا أول شيء تطمين عن حالة الأم والطفل أول شيء بشكر لك أخي زيادة على هذه الاستضافة الكريمة بالنسبة للأم صحتها الحمد لله الأم والطفل بالصحة جيدة هي الأم دخلت عندنا بـ 28 ثلاث دخلت مستشفى الملك المؤسس هي عندها عملية سابقة واليوم عملنا العملية بدون أي مشاكل والحمد لله الأم والطفل بالصحة جيدة والحمد لله دكتور هل الطفل مصاب بفارس كورونا والله إحنا الفحص الطفل أخذنا عينات من السائل من يوني حوالين الجنين وأخذنا من العينات من الطفل رح تطلع النتيجة إن شاء الله 12 بالليل اليوم لكن إحنا كل متوقعين إن شاء الله تكون النتيجة سلبية أغلب الدراسات أثبتت أنه نسبة الطفل يأخذ العدوى من الأوم أثناء وجوده داخل الرحم نسبة قليلة جدا وإن شاء الله تكون العينة سلبية بشكل عام كيف ترى الإجراءات المتدخذة مع المرضى وخاصة الحوامل بموضوع فيروس كورونا والله أنا يمكن حاب أن تهز هذه الفرصة أشكر إدارة مستشفى الملك المؤسس على توفير كل الوسائل الوقاية من أجل ضمان الوقاية إلى الكوادر الطبية والتمريضية اليوم الجرن العملية بسولة ويسر بسبب الإجراءات الحمد لله المريضة والمريضات الأخرى والمرضى الآخرين أخذوا رعاية مميزة بالمستشفى وإن شاء الله الأمور تمام لكن بيظل الكرة في ملعبنا أنه نلتزم ببيوتنا نلتزم بالحضر بتخيل ربط تسجل اليوم اليوم السادس على التوالي بدون إصابات جديدة وهذا بيكون طبعا في جهود أمنية وفي جهود طبية وجهود حكومية مشكورة لكن بالدرجة الأولى هو التزامنا نحن كم مواطنين التزامنا بتعليمات الحكومة التزامنا ببقائنا بالبيوت حتى عندما نطلع في فترة السمع أنه نلتزم بالمسافة الآمنة نلتزم باللبس الكمامة وأنه نشتري أقراضنا ونرجع على البيت شكرا دكتور شكرا سهلا يعني كما كنا مع الدكتور هذه إنجاز طبي جديد في مستشفى ملك عبدالله وأنا نتمنى من الجميع من الأخوة المواطنين الالتزام بتعليمات صادرة من الحكومة بضرورة التباعد الاجتماعي ضرورة الالتزام من منازل وعدم الخروج اليوم وعدم بشكل كامل والخروج يوم الأحد فقط للضرورة القصوى وللتسوق يعني فقط للضرورة القصوى مرة أخرى أوكيد على ذلك يعني هذا كل ما لدينا في محافظة إربد عودة لكم في الستيديو شكرا لك من محافظة إربد زياد انسيرات